من جانبه كشف رئيسه الكتلة التركمانية النيابية نائب أرشد الصالحي عن اتفاق بين القوى السياسية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع سوداني لعقد جلسة لمجلس محافظة كاركوك بعد انتهاء عطلة عيد الأطحى المبارك مباشرة وأقل صالحي القوى السياسية في كاركوك باتت تدرك الحاجة الملحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي تمهيدا لتشكيل حكومة محلية جديدة مضيحا أن مقترح تدوير المناصب العليا من الحلول الأكثر قبولا من القوى الفائزة حيث سيضمن هذا المقترح مشاركة جميع مكونات المحافظة في حكومة محلية للخدمات والأمن وعد دعم أسس التعايش السلمي ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه محافظة كاركوك توترات سياسية وأمنية مما جعل التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف الأطراف أمرا ضروريا للحفاظ على أمن كاركوك وأهلها اشتركوا في القناة